موسيقى مشاهدينا في كل مكان صبع الخير بنصبع عليكم مع يوم جديد ملياد بكل الخير والأمل لكل مشاهدينا ودائما نؤكد أن بالعمل وبالعمل فقط نصل إلى ما نصبق ليه ونحقق ما نتمنى من تقدم ورفع لهذا الوطن مالحمة رائعة تسطر هناك في مدينة السلام مدينة شرم الشيخ مع أيام وليالي كوب 27 وكوب 27 وهذا المؤتمر مؤتمر المناخ اللي بيشمل العديد من دول العالم القادمة للحديث في أحد أهم بل وأخطر الملفات على مستوى العالم والمسببة للعديد من المشاكل الخاصة بتغير المناخ وأيضا ظهور بعض الأوباء اللي يمكن بتهدد البشرية بشكل عام كل هذه الأمور مرتبطة بتغير المناخ هذه الملفات نتحدث عنها في مؤتمر المناخ وهنا أو اليوم أحد أهم الجلسات المرتبطة بالقادة وقمة القادة اللي تتحدث عن حل قد يكون مؤثر ومؤثر بشكل كبير بعد وضع جانب مرتبط بالتعويضات الخاصة بالدول المتضررة المتضررة بتغير المناخ بسبب ما يحدث من الدول الصناعية الكبرى من ملوثات أثرت بالسلب على مناخ هذه الدول ومن ثم يمكن المناخ المرتبط بالكرة الأرضية كل التحية للقائمين على إعداد هذا المؤتمر بهذا الشكل الذي يعبر بكل القوة وفخر عن مصرنا الحبيبة مشاهدينا مجموعة الفقرات المتنوعة نتحدث معكم من خلالها كل يوم اتنين حديث في البداية عن السياحة وتأثرها بالإجاب من كوب 27 ومؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ وماذا عن التأثير الإيجابي للسياحة المصرية والدعاية الكبيرة التي قد تساوي المليارات من إقامة هذا المؤتمر على أرض مصر وتحديدا في شرم الشيخ ده هيكون من خلال حديثنا مع دكتورة إيمان الليثي الحاصلة على الدكتوراه في انتربولوجيا السياحية وحديث عن هذا الموضوع حديث الرياضة دائما له مكان معنا كل يوم اتنين وحديث حول كرة القدم المصرية وماذا عن الدور العام المصري المتوقف بسبب هذا الحدث الكبير مؤتمر المناخ وأيضا هناك العديد من المسابقات سوف تجرى خلال الفترة الحالية فترة توقف ومن ثم انتظرنا لبداية بطولة كأس العالم منديال قطر عشرين اتنين وعشرين الذي سيبدأ يمكن في النصف الثاني من هذا الشهر للحديث عن هذه الموضوعات هيكون لنا القاء مع كابتن محمد سيد المدير الفني لقطاع البراعم بنادي الداخلية مشاهدينا بندعوكم لهذا التقرير وتجديد النشاط مع بداية يوم جديد ثم نعود ونلتقي ونلقي الضوء على مخبرنا في كل مكان اهلا بكم معانا مرة تانية قراءة سريعة لهم اخبارنا معكم اليوم الرئيس سيسي بكل فخر واعتزاز اتطلع للافتتاح الخاص بفعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ قال الرئيس عدفتاح السيسي بكل فخر واعتزاز وتشرف في المسئولية اتطلع لافتتاح فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة بمدينة شرم الشيخ كوب 27 الاتارية حول تغير المناخ واضف الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ان الدورة الحالية من قمة المناخ تأتي في توقيت حساس للغاية يتعرض فيه او يتعرض فيه عالمنا لاختار وجودية وتحديات غير مسبوقة تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدراتنا على المعيشة عليه واكد الرئيس ان هذه الاخطار وتلك التحديات تستلزم تحركا سريعا من كافة الدول لوضع خارطة طريق للانقاذ تحمل عالم من تأثيرات التغيرات المناخية كما اضاف الرئيس السيسي ان مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود الى مرحلة التنفيذ باجراءات ملموسة على الارض تبنى على ما سبق لسيما مخرجات قمة دلاسكو واتفاقية باريس دعوة مصر لانقاذ العالم رسائل الرئيس السيسي بعد تسلم رئاسة كوب 27 الرئيس يستقبل مديرة صندوق النقد على هامش كوب 27 السيدة انتصار السيسي ارحب بكل ضيوف مصر العزاء في قمة المناخ بشرم الشيخ رئيس الوزراء افريقيا واحدة من اكثر المناطق تضرورا من التغيرات المناخية مدبولي يفتتح منطقة المعارض والاجنحة الحكومية بالمنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ تزامنا مع قمة المناخ التنمية المحلية تعلن رفع 280 مليون طن مخلفات يومية وتراكمات تاريخية بتكلفة 23 مليار جنيه وتحويل 2300 اوتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي بـ 1.4 مليار جنيه وشراء ورفع كفاءة 5000 معدة نظافة الصيحة 250 ألف وفاة ضحايا تغير المناخ كل عام في الفترة من 2030 لـ 2050 عالميا مسابقة 30 ألف معلم إجراء الاختبار الإلكتروني لوظيفة معلم فصل بأسيوت ومن الأخبار أيضا طقس الاثنين وتقس اليوم مائل للحرارة نهارا وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالعاصمة 17 درجة والعظمة 27 الإسكندرية 25 17 مطروح 25 15 سهاج 29 15 قنة 28 16 وأخيرا محافظة أسوان العظمة 30 والصغرى 17 مشاهدين هذه كانت إطلالة سريع على الهم أخبارنا معكم اليوم نلتقي بعد الفاصل وأول لقاءتنا فانتظرونا بنسبع عليكم مشاهدين في كل مكان أهلا بكم معانا مرة تانية أول فقراتنا اليوم وحدثنا في هذه الفقرة سيكون حول الرياضة وتحديدا كرة القدم السحيرة المستديرة وحدثنا حول مباراة الدوري العام يمكن الأخيرة وقبل التوقف طبعا المرتبط بهذه الفترة فترة مؤتمر المناخ كوب 27 وأيضا حتى يكون يعني الانتباه والاهتمام بشكل كامل لهذا يمكن الإنجاز التاريخي الذي يقام على الأرض مصر رأيز المؤتمر العالمي وأيضا هناك بعض الارتباطات المرتبطة بالمنتخب هناك بعض المسابقات سوف تستكمل كاس مصر وكاس الربطة أو حلية هتبدأ في هذا التوقيت ومن ثم بعدها بحييمكن حوالي 20 يوم من النهاردة أو أقل هيكون بداية منديال العالم في قطر في وقت استثنائي يمكن لن يحدث مرة تانية وقطر إن شاء الله هتستضيف هذا المنديال خلال شهر نوفمبر وشهر ديسمبر اللي هشارك فيه كل دول العام كل دي استعدادات يمكن بتؤدي على إن الاتباه هيكون منصب على أحداث أكبر ولكن دعونا نعود ونتحدث عن كرة القدم المصرية من خلال لقاءنا مع كابتن محمد سيد المدير الفني لقطاع البرامة بناد الداخلية أهلا بك معنا كابتن أهلا بك معنا كابتن أهلا بحضرك سيد زياني وأهلا بروسة البرنامج كلها التوقف ده في مصلحة فرق الدوري ولا مش في المصلحة فيه فرق هي بفقها توقف طبعا لمصلحيتها وفيه فرق مش يبقى في مصلحيتها الفرق اللي هي عايزة تزبط نفسها أو نتائجها مش متزبطة أو بتاع طبعا التوقف ده مصلحيتها لأنها تلم أوراقها تاني وتعيد حساباتها تاني لأن ديها اللي بدأت تفوق وبدأت تشتغل طبعا التوقف ده هيوقفها شوية طبعا ده هيبقى مش في المصلحة بتاعيتها فكل واحد هيبقى حسب طب ببعننا حضراتك مشؤول في الداخلية في نادي بنادي الداخلية ده في مصلحة الداخلية ولا لا خاصة أن المباراة اللي هنتكلم عنها أول واحدة يا ديها الأهل دي كابتن رضا انت من ثلاثة أسابية معك كم نقطة لا ما فيش نقطة واحدة اه 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 احنا دلوقت هيبدأ يرتب برضو حساباته بعد كابتن رضا شحاته اه كابتن رضا شحاته هيبدأ يرتب حساباته طبعا وبعدين عندك كسر ربطة لو لعبت فيه ولا حاجة تبدأ برضه تشوف تجرب عناصرك بتاع لأن كسر ربطة هيبقى يعني حاجة مش مزاي الدورة هتفرق على بنت في آخر الموسم بتاع للصعود والهبوط فممكن يجرب حاجات فيها بس في الآخر مسابقة وفي تتويج مسابقة وفي تتويج وكل حاجة وليها منافساتها وكل حاجة بس انت برضو بالنسبة لك الدورة هو رقم واحد اه يعني انت لو خدت كسر ربطة وهبط هيه المصلحة المصلحة اه لكن لما في الدورة حتى لو يعني الكسر ربطة ما حاجاتش فيه بطولة لكن في ذلك في الدورة ده حاجة كويسة ان الدورة السنة دي قوي جدا والفرق كلها الله مش باينة يا كابتن يعني نص المباريات انتات في الاسباع اللي فتت صفر صفر ما دي ممكن ده البداية يعني ماهو البداية والفرق خايفة من بعضها وما انت ولو بسيت برد ماهو ايه بقى فين المتعة بقى ماهو ان انا انزل اقفل وهنا اقفل انا انا كمدرب عايز بنت ما انا خايف برده اما العبش بقى فيه فيه مدربين عايزة كده عايزة بنت مش عايزة ماهو المتعة ما زي ما انزل حضرك شفت انت ممكن ما تجريش فرق انت امكانياتك مش هتجاري فرق في مباريات فانت بتخاف تجاري يتفتح الجيمة عليك نتيجة تعلق هم مش كل الفرق هتجاري بعضها فيه فرق فيه مستويات تجاري بعضها فيه مستويات بتقفل شوية يعني دور كله فيه فرق طبعا طب فيه فرق في النص فرق تحت كل ماتش انت بتلعبه بتقدي انت على حسب الفرق اللي قدامك يعني ممكن قول ده الخطأ لو ايه فيه الداخلية قدام الاهلي ان هو حب الجاري الاهلي هو هو دي ممكن دي وجهة نظر يعني بس هي ممكن كبتال رضا برضو عمل حسابي ان الاهلي جاي جاس وجامد وطبعا احنا احنا عملنا برضو الشوط الاولين كويس احنا جايبين جول جايبين جول اه عاملين شوط عاملين شوط كويس بس هو الشوط التاني يمكن في اول الشوط لما جاي جي الجنين وره بعض برضو معنويا بتهبط انت والتاني بيعلم نفسيا فبرضو يعني لكن انت الشوط الاولين انت ناهي شوط كويس يعني انت جي في الجنين في اول عشر دقيق او ربع ساعة ويفت على رجلتك ممكن انت اي فرقة في الدنيا يجي فيها جنين بتلعب الاهلي جنين في ربع ساعة ده حتنهار لكن انت كابتر ده الفرقة تلمت وكملوا الشوت كويس قوي وجبنا جون وريحين وشكلنا كويس والاهلي بدأ انكيمش شوية نزلنا الشوت التاني برضو درب حصل في اول برضو جي جنين خلاص بقى النتيجة انت كلعيف في الملعب حتى دي مش بقى بالشغل ومدرب انت لعيف في الملعب بيتلعب الاهلي وخسرانا اربعة بيجي لك برضو حالة ان انت عارف ان انت مش هتعود حتى مهما المدرب هيقول وهيبدأ اعمل تغييراته من بξا انت هتحاول تحسن بتحول تحسن لكن اللاعيب نفسيا النفسيا دي هو في الملعب ما برضو عارف ان الامكانيات وعارف ان اللاعيبة دي عملة ايه ومستوها ايه فا انت بتبقى حاسي انت كده كده مش دهرتعود مهما المدرب بيبدأ ريتكلمه فده بقى ده هو اللعيب المصري لكن غير اللاعب اللي برا اللاعب اللي برا ممكن يبخصرها ربعة خمس ساعة كل المبارة حالة اه بتلاقيه بتلاقيه في اخر ربع ساعة في تلت ساعة ممكن جاب تلتة اربعة تجوان ده ده اغرب حاجة ممكن بذكر مبارات اللي برا بس يعني ممكن بش هنخرج على الموضوع ليفربول ليفربول يغلب منشستر سيبتي واللي غالب مبارح توتن هياه ويضع في اوروبا وبعدين يتغلب من اخر المبارح ده دور الانجليز ده مالوش مقال ده اللاعب محترف وبيقدر يلعب ده حتى ضغوط حتى اي وقت اي وضع بتلقول ميكسبوا برا ملعبهم مش فرق معهم لكن احنا اللاعب المصري برضو لسه طب هل الاهل انت شايف السنة دي غير بقى مختلف عن السنة اللي فاتت لم نفسه فيه مدرب فيه كوتش اه فيه حاجات ايجابية كتير عن السنة اللي فاتت يعني الاهل فيه حاجات ايجابية كتير هما هما بنسبة تسعين في المئة هما هما نفس اللاعب ما ها فيه حاجة زيني انت اللاعبه هي هي بس اللاعبه فيه حاجة الارهاج ده يقدع لأي حد انت دلوقتي بدأ السنة دي يمكن من الاربع سنين يمكن اول مرة الاهلي لعبته تاخد مثلا فترة راحها شهري مثلا فاللعب بدأ من جديد بقى خلاص فابتدأ بقى استعاني نشاطه يبدأ من نشاطه مش عارف ايه وزي ما قلنا المدرمين الاجانب اللاعب عارفة ما بفيش دلع معاه يمين شمال شمال مش كده برا مش هتلعب كويس اه برا عايز اكسب عايز اكسب اه مش ولا بقصر بقى بالاعلام ولا بقصر بالجماهير ولا حاجة فهي دي اللي بتفرق فالاهلي الفترة الراحة هم 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 اللاعب اه الاهلي جاب ايه جاب عنصر اتنين مش بس لكن هم هم اللاعب لكن خدوا فترة الراحة بتاعتهم بقى فيه بقى يعني ايه سمعانك لم تقدر تنفذ ما انت ممكن تبقى انت عايز تنفذ وعندك مش قادر طيب ده ده يعني المباراة هنروح بسرعة المباراة تانية امبي والزمالك مباركة مباراة امبي هل مفاجأة من وجه نظرك ان امبي يتعادل مع زمالك واحد واحد ولا يعني ايه سبب النتيجة اللي بيعتبرها جمهوري زمالك سلبية في حقنا ديهم يعني اقول له حضرات اللي احنا كلنا بنتكلم في دلوقتي الفيريرا عمل ايه الفيرقة جاية من ابو ظابي من ابو ظابي قبل الماضش بثلاثة ايام مثلا وفي ارهاق وفي نفسيا برضو مغلوبين مغلوبين الاهل عمل ايه مع ان اعمار انت بيكلم في 22-23 اه مقول لحضرات فيقدروا يجروا التسعين دقيقة اه فانت معاملش حساب كده وديلقى كده ان الجون جايب اخر خمسة دقايق امه يعني امبي المدنة بتاعها على وراحت وشغالة كويس وتعبت الزمالك في الاخر طب انت بقى المفروض بتقرى الحاجات دي انت عارف ان الفرقة دي فنيا كويسة امه او بدنيا كويسة مش قول انت اعلى فنيا ثم بدنيا كويسين هتقدر تلعب معاهم وطلعوا تكسبهم لكن في اخر ربع ساعة او تلت ساعة هتوقع بدل من انت عليك اللي هو دخل في جنق جاي من سفر وجاي من بتاع فين بقى اللعيبة اللي تبدأ تاخد ادي لعيبة تديها ثقة كان عامل زي ماتش الاهلي مباراة البنك الاهلي وسيراميكا يعني مش هقوله غير متقرير انه هو دايما الفريقين دول لحد ما تحس انه مش شبه بعض يعني قريبين في المستوى كده ولكن اللي لقناه على الارض الملعب لقى يعني تفوق كبير جدا للبنك الاهلي مباراة انتهت تلاتة واحد للبنك الاهلي والموضوع كان مرشح للزيادة كمان ايه اللي حصل برغم البداية القوية السيراميكا في اول ماتش غلب المصري تلاتة صفر اه بقلنا يعني سيراميكا نازل يكسر الدنيا يعني ما هللسة بقول الظروف المباريات الظروف المباريات والحالة النفسية للعيبة وبعدين البنك الاهلي برضو ماشي كويس البنك الاهلي يمكن حتى في الموتوشة الدوري ما تغلبش لحد دلوقتي اه متعادل ماتشين وكسبان ماتش اه ماشي كويس انت بتوصل تموحك ان انت في نص الجدور فلو بتوصل نص الجدور مم ما عود بتوصل في فرقة بالمم ما عود مم ما هبقش فلو بتوصل لكده خلص انت وصلت لتموحك ما بتعملش حاجة تاني خلاص بسرعة كده هنروح للكونفيدرالية هاي مبارياتها اللي كانت لان انفيدات دور الـ 32 الاضافي زي ما بتقال اه فيوتشر واول اغسطس الانجولي المباراة كاتت خارج مصر كاتف انجولا وانتهت واحد واحد طبعا نقول نتيجة ايجابية جدا بالنسبة لفيوتشر فيوتشر كان كازمان حتى يتعدل في الوقت الضايع مهم وفيوتشر ماشي كويس في الدورة ماشي كويس في افريقيا ماشي كويس برده الموتشيلي اللي عمو من كده ماشي كويس لا فيوتشر مجمعين فرقة كويسة وكابتين عالني ماهر عمل معهم شغل كويس وبإذن الله يكملوا برضو يعملوا نتائج كويسة انهم فرقة كويسة وفيه معناصر كويسة طب ممكن فريق زي فيوتشر خبرته الافريقية تعتبر مفيش يركن بقى للنتيجة دي واحد واحد لا اقول لها دي حاجة فيوتشر كخبرة افريقية اسم مفيش لكن كلعيبة لا فيه لعيبة موجودة في لعبة في افريقيا ولعيبة جاية من اهل ولعيبة جاية من عندها من عندها لعبة فعندها خبرات اننا نتكلمش على اسم بقى اللعبة اللي موجودة في الملعب لا فيه لعبة عندها خبرات ولعبت في أفريقيا أبل كده فعندها خبرات وكابتن علي مهر طبعا هيوصلهم خبراته كبيرة فهم لأ عندهم إيجابيات والأبل كده برضه لما لعبوا كان باطش الأفريقيا لعبوا وورا ملعبهم وكذبوا فهم لأ عندهم طموح عالي شوية يمكن في يوتشار عندهم طموح شوية وبيذن الله أنا عايدي يخش المنوعات هاي يكمل شوية شوية كبيرة كمان في الكونفادرالية على الجانب الآخر بيرامدز عنده خبرة أفريقية مترقة لتالث مرة يشارك في نفس الطولة واللعب الموجودة فيها خبرات كتيرة موجودة عنده بيرامدز في مباراته مع نجليك النيجيري اتغلب واحد صفر في نيجيريا شايف دي نتيجة صعبة عودة هنا لا هو مش صعبة عودة بس هو بيرامدز فيه فيه حاجة غريبة حتى الماتشين بتقف الدورة هنا متعدل الماتشين يعني لو جينا قلنا النتائج الرسمية بتاعته السنة دي مش كويسة الماتشين في الدورة متعدل الماتش اللي في أفريقيا مرلوب مع فرقة برضو ملهاش اسمي يعني لو قلنا بطل أنجولا أول أغسطس لي باع في أفريقيا أو سمعنا اسمه قبل كده لكن الفرقة اللي هو بيلاعيب بيرامدز نجليك مرس معانا ملهاش اسمي في أفريقيا فانت في طبيعة الحال انت نتيجة تلازمة تبقى إيجابية عليهم لكن هو بإذن الله هنا هيكسب ويكمل ويتعود لكني أحب نقول إيه؟ إن في حاجة غريبة في بيرامدز إنت بيرامدز يمكن لو جينا قلنا الصفقات اللي بتعملها والفلوس اللي بتتصير يوفيه فيه وإيه يعني بيتضاهي الأهل والزمال يمكن كمان ساعات بتزيد عنهم طب إنت لا بسهو ما عملش صفقات تقيلة السنة دي لا عموما أحنا بنتكلم في العموم في العموم في العموم إنت لو بسيط لقيت الصفقات اللي معمولة من آخر سنتين أو تنتين لا بيرامدز بعمل حاجات أبطل مقال والزمال بشكرك جدا كابتن على هذا اللقاء كابتن محمد سيد المدير الفني اللي قطع البراعمة بنات الدخلية نورتنا النهار ده من بنسع ببودك معنا شكرا لك وشكرا لك وشكرا لأسنة البرنامج كلهم كل صوم طيبين وحضرك طيبا